باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منمى من غير امل تسعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سن منمى من غير امل تسعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البائية سيدنا محمد قمر الهداية وكوكب العناية الربانية أحمدك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك يا مولانا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات سيدنا محمد طبيب الأسقام وإمام الأنبياء الأعلام ومسك الختام وبدر التمام وماح الظلام وخير الأنام وحبيب الملك العلام عليه الصلاة وأزكى السلام سيدي وحبيبي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاكة أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك اللهم صلي على سيدنا محمد وآله مهبة النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم اللهم صلي على سيدنا محمد وآله صلاة تملأ خزائنا الله نورا وتكون لنا وللناس جميعا عونا وفرجا وفرحا وشفاءا وسرورا اللهم صلي على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صلي على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيمني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا مولانا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وخالقنا يا من قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك بأحب الأسماء إليك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تقبضنا إليك إلا وأنت كامل الرضا عنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واجعل اللهم خير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وأنت كامل الرضا عنا اللهم ونحن في ربيع الأول ونحتفل بمولد النبي الكريم اللهم إنك تعلم حبه في قلوبنا فنسألك يا مولانا أن تملأ قلوبنا دوما بحبك وحب نبيك وآل بيته وأوليائك الصالحين وأكرمنا اللهم برؤية نبيك الكريم في المنام اللهم أكرمنا برؤيته في المنام وارزقنا زيارته على الدوام ومن علينا يا مولانا بجواره وحسن الختام اللهم أدبنا بأدب رسول الله وزينا بأخلاق رسول الله وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله وأكرمنا بكرامة رسول الله وأحينا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واجمع بيننا وبين رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وارزقنا حصن الاقتداء برسول الله وهيئ قلوبنا وجوارحنا للاقتباس من أنوار رسول الله اللهم بجاه حبيبك المصطفى إنا نتوسل إليك بنبيك الكريم أن تنصر إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك وحبيبك ومصطفاك سيدنا محمد أن تجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والمسالمين ربنا ودقبل دعاء اللهم آمين آمين وما زال الحديث موصولا بحضراتكم مشاهدين الأكارم في صحبة رسول الله اركن للدنيا على جنب وملفتها وهمومها وأحزنها الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي فلا يغروركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي لكن للدنيا على جنب وخلونا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عن سيدنا النبي والشمائل المحمدية شمائل سيدنا النبي وخصائص سيدنا النبي ونفحات سيدنا النبي وبركات سيدنا النبي وأخلاق سيدنا النبي وصفات سيدنا النبي والآداب اللي أدبنا بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمل أن نتحلى بأخلاق هذا النبي الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى عقل النبي مزكى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليك يا صاحب الخلق العظيم ألتقي بحضراتكم بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية ونحن نتحدث عن رسول الله نروح عن أنفسنا ونطمئن قلوبنا بالحديث عن رسول الله وبكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي ربنا علمنا في القرآن قل قل لهم يا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نمشى وراء النبي بس إيه اللي يحصل بقى يحببكم الله ننال محبة ربنا ويغفر لكم ذنوبكم ننال مغفرة ربنا والله غفور رحيم يبقى هننال برضو رحمة ربنا سبحانه وتعالى ضم الإله ضم الإله اسم النبي إلى اسمه ربنا ضم اسم النبي إلى اسمه سبحانه إزاي ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهده في الخمس أوقات ييجي المؤذن ينادي على الصلوات الخمس ففي الأذن يقولي أشهد أن لا إله إلا الله لازم بعدها يقول لنا أشهد أن محمد رسول الله ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهده وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل عليه سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه اللي يوم القيامة الجنة محرمة على جميع الأمم حتى تدخلها أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي قالوا الحديث في البخاري نحن الآخرون نحن آخر أمة جات يا حضرات الأولون يوم القيامة نحن أول أمة يوم القيامة بيد أنهم قوتوا الكتابة من قبلنا مع أنه أهل الكتاب جم قبلنا لا بس نحن أول أمة يوم القيامة ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة أعظم يوم اختلفوا فيه تقلل يوم تخده يوم الجمعة قالك لأ هناخد السابت والنصارة خد الحد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يومهم يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ربنا هدانا اليوم الجمعة خير يوم انطلعت عليه الشمس فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قعد مرة وكان في شهر شعبان وشهر شعبان من أحب الشهور إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أميز الشهور عند سيدنا النبي شهر شعبان لما كان خاصة عند رسول الله في شهر شعبان ربنا رضى النبي فيه فقال لي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها مش قبلة نرضاها ربنا بيرضي النبي في إبليته بقوله اكراما ليك اكراما ليك يا محمد تبقى إبليتك في الصلاة ناحية المسجد الحرام يقعد تحت المسجد الأقصى ففي شهر شعبان نبي قاعد في المسجد النبوي ينزل جبريل بآية عظيمة جدا ورائعة جدا يقوله إيه الآية دي في صورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي عرفت إنه محمد ربنا بيصلي عليك عرفت إنه محمد جبريل وميكائيل وإسرافيل بيصلي عليك عرفت إنه محمد حملت العرش بيصلي عليك الملك الموكل بالجبال واللي بالرياح واللي بالأمطار واللي موكل بالأرحم واللي موكل بالأرزاق فالمدبرات أمرأ الملائكة المسؤولة عنه بتصلي عليك الملائكة بيصلوا عن النبي تخيلوا النبي بقى حق لك يا رسول الله أن تفرح وتحنأ وتسعد بهذا الشرف العظيم ربنا بيصلي عليك سيدنا النبي تخيلوا النبي يقول لي يا حضرات يقول يا أخي يا جبريل هذا لي فماذا لأمتي أنا عايز حاجة لأمتي فنزل قوله تعالى هو الذي سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته الملائكة هنا فاعل يعني ايه فاعل يعني الملائكة بيصلوا علينا ربنا بيصلي علينا ربنا بيصلي علينا احنا يا نهرب يد الشرف العظيم ده اكراما لرسول الله قلنا يا رب صل علينا هل صلوا عن النبي الأول أصلا عليكم فالنبي قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة تصلي انت مرة على الحبيب النبي ربنا يصلي عليك عشرة تصلي عشر مرات ربنا يصلي عليك مية واضرب عشرة وانت طالع ده كرم وشرف ما بعده شرف فالحمد لله الذي اكرمنا برسول الله والحمد لله الذي جعلنا من خير امة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله حمد لله اذ جعلنا نحن الوارثين لهذا الدين الحنيف هطلع لفاصل وبعد الفاصل هقول لكم حرف كده في ايه قرآنية العلماء قالوا انه ده اغلى حرفة في القرآن كله ايه تاني كده في ايه في القرآن فيها حرف العلماء قالوا ان الحرف ده اغلى حرف في القرآن كله ليه وعشان ايه ايه الموضوع ده هنعرفه مع بعض بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا اكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله الحمد لله الذي اكرمنا برسول الله مشاهدين الاكارم اجددوا لحضراتكم التحية وبنتحدث في صحبة رسول الله بنتكلم عن سيدنا النبي وشمائل سيدنا النبي وصفات سيدنا النبي وخصائص سيدنا النبي واخلاق سيدنا النبي الهدف الاسمة من سلسلة الحلقات دي رقم واحد انه احنا خادم السادة الاجواد لم يضميه احنا احنا خدمين سيدنا النبي فعشان كده مش يحصل لنا اي مكروه احنا احنا حبايب سيدنا النبي فعشان كده حنروح يوم القيامة ان شاء الله شوف انا بقولي ان شاء الله امنين مطمئنين بحبنا لرسول الله لانه النبي علمنا كده لما الاعراب برحله قال له يا رسول الله متى الساعة امتى يوم القيامة قال وما اعددت لها قال انا ما اعددت لها كثير صيام ولا صلاة غير اني احب الله ورسوله ما حبك فالنبي قال له المرء مع من احب فالهدف رقم واحد من الحلقات دي ان احنا ننال شرف الحديث عن رسول الله ننال شرف الصلاة والسلام على رسول الله لان ربنا بيصلي علينا نطيب نفوسنا ونضمد جراحنا ونهدئ ونسكن من روحنا ونزيل الهموم اللي عندنا ان احنا نتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة واسك السلام تب رقم اتنين ان احنا نتخلق باخلاقي هذا النبي الكريم شهد الانام بفضله حتى العدى والفضل ما شهدت به الاعداء الاعداء شهدونه بمكارم الاخلاق طيب عشان تعرفوا بقى ان احنا ربنا الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب يحبنا واكرمنا ونلنا الشرف العظيم في صورة في القرآن اسمها صورة فاطر صورة فاطر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم اورثنا الكتاب القرآن يعني الذين اصطفينا من عبادنا شوفوا الشرف اللي احنا فيه ببركة يا رسول الله عشان احنا امته ربنا اصطفانا قال كده ثم اورثنا الكتاب مين الامة اللي جالها قرآن احنا طرمنا قال الذين اصطفينا من عبادنا كلمة اصطفينا دي بقى اصطفاء ربنا اصطفينا طيب وبعدين الامة متقسمة ثلاث اقسام فمنهم ظالم لنفسه ده اللي ضربها طناش ولا تستناش مديها ومنهم مقتصد اللي هو العموم الناس بقى ايه مقتصد ده خلطوا عملا صالحا واخر سيئا يعني كلنا كده يعني المعظم يعني اللي بيطيع ربنا وبيعمل حاجات حلوة وبعدين احنا يزل لسانه تزل قدمه بيغلط يعني وارد يبقى الامة تلت اقسام القرآن بقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خد برك من اصطفينا دي حلو فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد اللي بيمشي على سطر يسيب سطر ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ده فضل الكبير اول من ربنا انه اورثنا الكتاب طيب خد بالك انه قسمنا التلاتة ظالم ومقتصد وسابق جي بعدها ايه بقى جنات عدن يدخلونها فالعلماء قالوا ده اغلى واو جماعة في القرآن كله يدخلوا اسمها واو الجماعة ايه واو الجماعة ده خلت التلاتة الجنة ايه ده اللي بتقوله ده اكديمي اللي بتقوله ده اول الله في صورة فاطر ايه اتنين وثلاتين وثلاتة وثلاتين في صورة فاطر كرم ربنا جنات عدن يدخلونها هتدخلوا اللي اغلط ده هتدخلوا الجنة يا عم احنا دخلنا ده ربنا اللي بيدخل جنته يدخلوا من يشاء في رحمته ده ربنا اللي قال في صورة النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك اراد الله بنا خيرا فارسل الينا افضل رسله اللي هو نبي التوبة ونبي الرحمة نبي الرحمة والدين دين الرحمة علموا الناس ان ده ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي جاء رحمة للعالمين واحد من التابعين اسمه عطاء بن يسار رضي الله عنهم من التابعين يعني ايه تابعين احنا عارفين بقى التابعين دول اللي هم تلمذت الصحابة فعطاء بن يسار قابل عبدالله بن عمر بن العاص عبدالله بن عمر بن العاص صحابي فقال له يا سيدنا عبد الله هو النبي موصوف في الطورة فعبد الله ابن عمر بن العس حديث ده في البخيرة على فكرة قال طبعا النبي عليه السلام موصوف في الطورة انه لموصوف في الطورة ببعض صفته في القرآن شوفوا صفات النبي يا ايها النبي ده في الطورة بقى يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين كل الكلمات ده هنشرحها مع بعض النبي موصوف في الطورة ببعض صفته في القرآن يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا اله الا الله فيفتح به اعينا عميا واذانا صمة وقلوبا غلفا ده وصف النبي في الطورة عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لان ربنا ما نداش النبي باسمه المجرد ما قالوش يا محمد ابدا قلوا يا ايها النبي او يا ايها الرسول اكراما له طيب ان ارسلناك شاهدا شاهدا لامته النبي هي شهد لنا وشاهدا للانبياء السابقين وشاهدا على الكفار انهم مكذبوا وما امنوش به ان ارسلناك شاهدا ومبشرا بيبشر اتباعه بالجنة ونذيرا بيخوف المخالفين له من الله عز وجل ويخوفه من عذاب النار ان ارسلناك شاهدا اعرفنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين امانا لهم حرزا يعني امانا النبي امان لنا وقال في القرآن سورة الانفال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اللهم صلى عليه وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق يعني ايه تلاتة دول ليس بفض يعني ليس سيء الاخلاق لا اخلاق عظيمة وانك لعلى خلق عظيم ولا غليظ يعني ليس قاسي القلب ان ابعد ما يكون عن الله صاحب القلب القاسي النبي كان قلبه رحيم كان قلبه رؤوف كان قلبه لين فبما رحمة من الله لنت لهم كان ارحم الناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في عز الشدائد يجد الاذاء والصد من قومه وهو وقف يدعي لهم اللهم ما اهدي قومي فانهم لا يعلمون هو دا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بفض يعني ليس سيء الاخلاق ولا غليظ يعني ما عندوش قسوة قلب ولا صخاب في الاسواق يعني ايه مش صياح مش صوت عالي مش بيعدي زعاء مش لعان مش طعان مش بيطعن في حد شوف ازاي النبي صوته اللهم صلي عليه يسمع اللي عايز يسمعه بس اذا دخل بيته يسلم سلاما يسمعه ليقضان ولا يوقظ النائم لو قاعد قدامه خمسة في مجلس علمي يسمعهم هم مش صوته عالي صلى الله عليه وسلم ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفعه بالسيئة السيئة ما يردش عالاساءة باساءة ما يردش عالسيئة بسيئة او ما اللي يرد عالسيئة بايه بالعفو بالصفح باللين كان واحد من من اعداء النبي ومن اعداء الدعوة الاسلامية اسمه ثمامة ابن قثال كان مشكلة وبعدين اتعثر الصحابة قبضوا عليه وبعدين جابوا لي المدينة المنورة قال كان عايز يقتل النبي الراجل ده وبعدين ربطوه على سارية من ثواري المسجد عمود يعني من عمدة المسجد وخرج النبي الصفحي حضراته الجامع كده لقى ده مربوط قدامه اي مين ثمامة ابن قثال اللي مش ده ابنه في حال ما ما عندك ما عندك يا ثمامة قال له بص يا محمد ان تقتل لو قتلتني يعني تقتل ذا دم حقك يعني مطلوب ده مطلوب قال له ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر يعني لو تفضلت وانعمت علي وسبتني حشكر لك جيملك ده وان كنت تريد مالا فسل تعطى عايز فلوس ديك فالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة سابه كده وقال ليهم اكرموه اكلوه بتاعه خدوا بالكو منه ناخد بالنا منه نكرمه ليس سال قطع رقابته ده لا لا اكرمه عد عليه تاني يوم ما عندك يا ثمامة قال له انا قلتلك امبارح لو قتلتني حقك حقك بس لو وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد مالا اديك فسل تعطى سابه النبي الثالث يوم سألوا النبي نفس الاسئلة طبعا الثالث يوم قاعد بقى ايه في طروة غدا وعاشا بقى ابن اكرموه يعني الصعابة النبي قال له ام اكرموه يبقى لازم يكرم ده جي ثالث يوم النبي قال له ما عندك يا ثمامة قال له اللي انا قلته لك من قبل لو قتلتني يا حقك ما فيش ملام عليك انك لو قتلتني يا محمد ولو انعمت علي مش حنسلق الجيميل ده ولو عايز فلوس اديك طبعا بقى الاطلق وصراحة ثمامة ابن اثال يعني اتفك على الله فراحا ما كان بعيد كده مش بعيد او عن المسجد النبوي ما كان في نخل ارض فيها نخل وفيها بير مية اغتسل ثمامة ابن اثال وامر جاء تاني وقال له يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله انت رسول رب العالمين انت الرحمة المهداد قال له لقد قلت معانا ما قلتهاش قال له لا اصني لو قلتها لو شهدت قال له لا احد رسول الله كان الناس حيقولوا ان انا قلت ده تحت ضغط ولا كنت خايف ان انا تتقطع رقابتي لا ده ده احنا ما شفناش الخلق ده الا فيك يا محمد ده دي اخلاق النبوة الرحمة التسامح العفو المغفرة ومش بس النبي عليه السلام ده ربنا علمنا احنا في القرآن الكريم شوف قرآن صورة الجاثية قل للذين امنوا قل فعل امر يقول لي مين للذين امنوا انا وانتوا يعني اه الحمد لله احنا الذين امنوا نعمل ايه يغفروا للذين لا يرجون ايام الله بقى نغفر للذين لا يرجون ايام الله يعني اغفر للذين لا يرجون ايام الله ومش ادر اغفر لعمي ولا الخالي ولا الاخوية ولا الاختي مش ادر اغفر له هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه وسلم لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء طبعا مش النبي عليه وسلم منذ بعثته في بداية ألا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني إيه الشرع الشريف ده في الكرة الأرضية ولا لا طبعا المساجد اللي بتعلن في الخمس صلوات أشهده الله إليه وآله وسلم موجودة فين في الجزيرة العربية بس لا في الدنيا كلها في كل حتة في الكرة الأرضية والله العظيم في كل حتة في الكرة الأرضية إزاي ده النبي بعثه كانت البعثة جالوا جبريل في غار حراء الجبل دوة اللي موجود في مكة آه فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا أقام به الملة العوجاء الملة الباطلة الكفر دخل الإيمان والإسلام بلغ الإيمان والإسلام ما بلغ الليل والنهار شوف الليل والنهار بيجي في أن الشبر في الكرة الأرضية تقولني بيجي في كل حتة بقى الإسلام راح كل حتة وبعدين بأن يقولوا لا إله إلا الله آه ناس قالت لا إله إلا الله وفتح الله بالنبي عليه الصلاة والسلام آه أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قلوب مأفولة سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عشان كده تلاقوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام جبلاء وفطراء على هذا الخلق ما خير بين أمرين إلا اختار أيصرهم ما لم يكن إثما كان أرفق الناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا إن الله رفيق ألا شمعنا للنبي رفيق لأن ربنا رفيق يحب الرفق في الأمر كل إن الله بالنسي إيه ها لرؤوف رحيم ربنا رؤوف رحيم طبعا ونبيكم الكريم رؤوف رحيم اقرأ معايا كده آخر صورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم يعز عليه ما عندتم أي يعني أن يراكم في عنة العنة اللي هي المشقة يعني يزعل قوي يتعب قوي النبي لو رأانا في مشقة حريص عليكم حريص علينا سيدنا النبي طبعا بالمؤمنين يا رؤوف رحيم ربنا عطى اسمين من أسمائه الحسن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين أحينا على سنة نبينا الكريم وتوفنا على ملته واجمع بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة واجزهي عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتابع وانتفع صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارفع ايديكم واسألوا من غيره يبقى ومجيب رحمد وما أجمله عمره ورد حبيب وبينبالي تايبين لو بس بوا مع الباب قول ليه وليه أمعين يتقبلوا التواب باب السماء كلما قربت له غرب والدعوة سم إنما من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى موالي بيضرم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة